ذات يوم كان سيدنا الحسن رضي الله عنه مارا على بعض بساتين المدينة فرأى عبدا أسودا يحرس بستانا لسيده ويتلو ما تيسر له من القرآن وعندما جاء وقت تناول الطعام أحضر العبد طعامه وكان ثلاثة أرغفة من الخبز فأمسك برغيف منها وسمى الله قبل أن يأكل وفجأة رأى كلبا يجري نحوه وهو يلهث ففهم العبد أن الكلب جائع فألقى له الرغيف الذي في يده فأكله الكلب بشراها ثم عاد ينظر للعبد مرة ثانية فألقى له الرغيف الثانية فأكله ومرة ثالثة نظر الكلب للعبد فقدم له الرغيف الثالث فأكله الكلب ثم انصرف هذا المشهد العجيب شاهده الحسن رضي الله عنه دون أن يلاحظه العبد حتى اقترب منه وسأله ما قدر طعامك في اليوم فقال له ثلاثة أرغيفة من الخبز يحضرها لي صاحب هذا البستان كل يوم فقال له الحسن رضي الله عنه فلما فعلت ذلك مع الكلب؟ قال العبد لأن أرضنا هذه لا تعيش فيها كلاب وأظن أن هذا الكلب جاء من مكان بعيد ليبحث عن طعام بعد أن اشتد به الجوع فكرهت أن يعود جائعا فسأله الحسن رضي الله عنه وماذا ستأكل اليوم؟ رد العبد لن آكل وسأصبر إلى الغد قال الحسن رضي الله عنه في نفسه يلوم للناس على سخائي وهذا العبد أسخى مني ثم سأل العبد غلام من أنت؟ فقال العبد غلام أبان بن عثمان وهذا البستان له أيضا فقال له الحسن رضي الله عنه أقسمت عليك أن لا تترك المكان حتى أعود إليك فذهب الحسن رضي الله عنه واشترى الغلام والبستان ثم عاد وقال له قد اشتريتك فوقف الغلام قائما وقال السمع والطاعة لله ولرسوله ولك يا مولاي فقال الحسن رضي الله عنه أنت حر لوجه الله وقد اشتريت البستان وهو هبة مني إليك غمر الغلام سرورا لا يصف ففي لحظات انقلب حرة وأصبح صاحب بستان وهذا هو الجزاء الأوفى كافأه الله قبل سيدنا الحسن رضي الله عنه لما رأى فيه صدقا ورحمة مع حيوان لا يستطيع أن ينطق ولا يتكلم مثل الذين ينطقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينطقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منهم ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون كان الإمام الشافعي يجلس مع تلامذته فأتته سيدة حسناء وقالت له يا إمام أتزني بالليل وتخطب بالنهار فنزل الكلام على تلاميذه كالصاعقة وانتظروا إجابة الإمام ونفي هذه التهمة فالتفت الإمام الشافعي في وجه السيدة وقال لها كم حسابك؟ فثار تلاميذة الشافعي ومنهم من صاح ومنهم من نهض ليمشي فقال لهم الشافعي فالتعتبروني كالتمر كل منه الطيب وألق النوى فلم يعجب التلاميذ هذا الكلام ووسط هذا الموقف أتى رجل مسرع يقول للسيدة الحسناء إن بيتك أضرمت فيه النيران وبداخله أولادك فتوجه كل من كان حاضرا باتجاه بيتها بما فيهم الإمام الشافعي وحين وصلوا دخل الإمام الشافعي وأنقذ حياة الأطفال من الموت فقالت السيدة وهي في خجل وانكسار إن اليهود هم من أجبروني لأقول هذا حتى يشوه صورتك أمام تلاميذك فنظر التلاميذ في وجه الإمام متسائلين عن عدم نفي التهمة عنه فقال لهم لو كنت نفيت التهمة لتحولتم إلى فريقين فريق لن يصدقني ويصر على تكذيبي وفريق يصدقني ولكن يشك في صدقي فاخترت أن أفوض أمري لله وأصبر فهو خالقي وهو علام الغيوب ومفرج الكروب وقد رأيتم أن الصبر لم يمتد لساعة وجاء فرجه أقرب مما تتصورون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة